فاحنا اسمنا طبعا لحدينا اخر حاجة طبعا الحاجة اللي هاشو حطيها قبل كيه كان فيها مشكلة طيب او تقاتي قبل كيه كان فيها مشكلة سألتي حدي عمدي مشكلة جميع الاول لا لا طبعا طبعا بسم الحمار فاحنا عمجب مثلا قول مثلا الفيديو ده مثلا يبحثي مثلا عنوان دي او حاجة في حدي هزمه ايضا سألتي وشمان ساحمد ايضارك على السريعة خلص تحت عملك ساحمد بس احنا قمنا الوارفريم ده بقواره عن في السريعة كده وهو هيكل بس كده برسين بي الشكل الموقع عندي قبل المعروضة للعميل عشان خاطر مسلا اقش اعمل الديزاين بتاعي وعسومات وحط الصور والانتكاتب وده كله وفي الاخر يرفض الديزاين بتاعي فعش كم اعمل الهيكل ده او الوارفريم ده ما بقاش فيه رسومات كتير يعني ما بقاش فيه صور او اي حاجة مرئية تمام ولا صوت ولا فيديو بقاش انت شايف كده قدامك عبارة عن اااااااااااااا شباد كلها هولاينات وفي احد ابنت ابتدأ برنامج الاكسلية والبرنامج ده مفضل يعني كم اسلا برنامج البنزل والسكيتش والاااااااااااااااااااااااا ادو بلستيريتر وفوتوشوب بس الستيريتر وفوتوشوب لدب الالفانسشوية في حالة انت بتدر بتعمل فيهم شغل اكتر ياني بس في الزائط اه قلنا في حاجة اسمه الموقع بتاع الموقع بتاع اللي هو شكل الموقع وبعد ما يتقريد فيه السور بتاعتي والاشكال بتاعتي تمام? وآه البروتوطيب اه في الادوب اكسي دي بنفضلها عشان حتي تسيب بروتوطيب دي بروتوطيب دي ان انا بقدر اتنقل او بخلي الموقع بتاعك انه واقع حرفيا مثلا ادوس مسلا عالبوتن ده فيحاولني صفحة تانية ادوس مسلا على تيكست اا فيحاولني مسلا لحاجة ادوسع على لنك فحاولني لحاجة او بيرجي تانية تعمل ده بروتوطيب اه شوحنا برنامج اواجد البرنامج باختصار او بفتحه وبديني المقاسات بتاعت البرنامج تمام? اا عندي عليمين دي اا ولسه مفتحش معايش البرنامج اا صحيح المهم عندي عليمين هنا الكائمة دي اسمها كائمة الابشن اللي عشر مازدك التول بوكس اا تماموا دي ال trivia بهنا وهنا اللي انا شغال عليها هنا كلها في الوايب هو اللي هو الارتبارد عندي اللي هياه مساحة البرنامج او باخد المقاس بديني من صفحة زي كده فعندي المساحة البرنامج اا اسمها واللي برا حوليها الروميجة ده كله اسمه وركيس بيسك الجريد اللي ب действي دا اسمه اللي اوت وده بتحكم فيه ابني ابxtonه العالبت برد فقطعها عندي ده اا الارتبارد معاكش اا بختار اللي اوت بتاعي واختار اللون مثلا بتاع او الشكل بتاع او الابست بتاعه عشان اتحكم فيها اي اداة او اي شباية من دي هشتغل بها او هستخدمها بيظهر الابشن بتاعها على يمين هنا تمام؟ اه انا شرحت الابشن ده معرفش ان اتا حضرت ورقة بس يعني كل هنا تولز لها الابشن بتاعها هنا مثلا عامل الاني مثلا بينها اه لو فيه مثلا اه الاني بينها وبين الارتبورد بتاعي عامل الاني مثلا سنتر ميدل اه تمام هنا له هكررها اه هنا دي حاجة اسمها بس فندر دي بقطع الشكل او باخد المحتوى نفسه الخريجي بشيله وبسيب الداخلي وهكذا هنا المقاس الشباية او الشكل بتاعي اه عندك هنا الابشن اللي هو الشفية او مثلا او داخل او حاجة فهي تحكم في الشفية بتاعته هنا البردر ريديوس اه هنا ممكن ادوز كده وعمل الحواف بتاعته وهنا لو اعايز اتحكم في شكل واحد او جزء واحد فالقل اللي هيختار من هنا واختار الجنب اللي انا عايزه والقل اللي هيجي عند هنا البيينت دي وادوس عليها وادوس واشد واداس ALT يعني باداس ALT واشد او لو عادت الاربعة جنب هاشد واشد E دي بناع الALT تمام؟ اه عند هنا المقاس اه بتاع البوردر الفيلد ده في اللون هنا بتحكم في اللون البوردر هنا اه لازم اكون داس على الشباية عشان يزهد الابشن الخاص بيها البوردر هنا اللي هو الاوتلاين او الستروك تمام؟ اه دي كلها خاصة خاصة بيجع هنا الدياش مسلا بيعملوا بوينت او بيعملوا آآ آآ داش تمام؟ تمام المصرات ما بينهم اخليها مسلا آآ اتنين بكسل من كل واحدة واحدة تمام؟ اه بتحكم في شكل الدياش او كم ده كله من هنا برضو هنا الستروك داخلي وهنا خارج الاوتلاين بتاعه بيبقى خارج الاتشباية زي كده وهنا ما بين الاتنين بره وبقى تمام؟ هنا الحواف بتاعة الاستروك سواء هنا او هنا دو كلهم خاصين بالحواف بتاعة الاستروك تمام؟ بس كده كل بقى ترزي من دي ليه الخصائص بتاعتي فحنا قوقفنا لحد دي هنا كده عند الفيديو تمام؟ فحنا اتصغر بالوقت شوية لا بخلك هتبساره فحناس هكتبها نفس عنوان للفيديو تمام؟ فخلاص انا نفسها خلاص اول بتجي عندي اول هوم مسلا بس نفس عندي الفوتر تحت لسه فحطي فيه الشكل او تيكست اللي موجود عندي فإلا برضو هكتب تيكست اللي هنعمل ليونات او ربقات زي كده تمام؟ فأولا مثلا والله مثلا كده ده الهد مثلا وعند حاجة تانية زي كده ده كله انا دايس ألت عشان اسحب لتحت واخد قبي من اللي ده ده انا واقف عليه بقى دايس ألت وشفت عشان بيوقف نفس المحاذية ما يخرجش بره منه ألت وشفت وانا بسحب كده الهو بيعمل زي المغناطيس بيقول لي مثلا والله ان المسافة بين التيكست هنا والهيد بتاعه مثلا متساوية بس خليط عشان اقربهم من بعض شوية ابدأ انزل تاني هكذا تمام عشان نسحمل احنا برضو في الوغير فريم بنعبر برضو عن الصور مثلا مثلا دي مثلا دي صورة كده تمام يجب مثلا بواها اتنين لين علامة تيكس دي مثلا ايكون دايس بس كده لين دايس لو فيها اكس فدي برضو صورة التيكست اللي عبر بيعم كده ومش شرط ان انا نعمل مثلا اللي هي المستطلوات ان هي الدلة عالكلام لأ انا ممكن اكتب مثلا لوريم ارسم او حاجة بس ما بكتبش الديتها كلها عشان نقاط شكل بنفسي فيها وفي الاخر يتروفة التصميم او الدزاين او الشكل العام يعني الفيديو زي ما هو بين كده تمام وهدي تيكست دي مثلا كده مثلا متك تقص او حاجة هدوس كده 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 بقى في جروب واحد هدوس كده 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 ناخد المحة التانية ديور تاني صغير هنا من قد قليلا. خلصنا كده اول صفحة عندي. ده مثلا تلاقي الشكل بتاعها النهي او تقسيمة الموقع عندي عاملة ازاي. تهم? بس اول صفحة عندي. قاعدة ارشيه ده. مسلا عندي بيجي تانية مسلا بيجي دي مسلا فيها تسجيل مسلا بالموقع او فيها مسلا او حاجة. فانا عندي هنا خلاص انا مسلا عندي هنا اول صفحة دي اسميها مسلا اللي هوم على طول. خلاص بقى عند اول بيجي. تانية حاجة خلاص انا خلاص انا عايز اعمل بيجي تانية مسلا مثلا جالري مسلا زي ما قلنا. فهدوس مسلا هنا وهو هيديني مقاسة ايه قد تشعر عليه قد تجعل مختار الايباد فانا مش عايز ايباد. فهدوس هلاقي هنا مقاسات زي ما قلنا اللي هدوس الويب الف وتسعوائين وعشرين في الف ثمانين اني ده بتعشيس الكمبيوزر او الشاشات الكبيرة عموما. تمام? او اعمل اللي مقاسة هوا. اكتب مسلا جالري. تانية حاجة هنا برضو هتكبر الصفحة شوية كده. تانية انا والفوتر مسلا ده بيبقوا ستين. اخدهم زي ما هم كده. اقروا من ناحا التانية. اعمل انلوك على الشبالي تحشن ابدا تحكم فيها. اخدوا من ناحا التانية كده. تمام? وعندي الفوتر مسلا نفس النظام. هده برضو هنا انلوك. واسحبه alt وانا بقية shift. عشان برضو يقف نفس المحاذية. تمام? ايه بقى كده دي برجة التانية عندي. اا فانا مسلا اقول له الله. او مسلا يخش على الصفحة هنا مسلا فانا عندي مسلا مربعات. كل مربع مسلا تحتيه text او بيعرض شكل الصورة او بيتكلم عن الصورة مسلا نارزها على طول. او مسلا عندي نخلينا مسلا نشتغل ومسلا انا مسلا اعمل هنا مسلا فلتر. الفلتر ده هيبقى اسلا يحتر فيه مسلا. الفلتر فيه الشكل اللي عايز يطلع والحاجة اللي عايز يطلعها. او البردكت بتاعه اللي عايز يطلع مسلا. فانا عامل مسلا اا مربع زي كده. نعمل بتاعهم نزود شوية. تلاتة بيكسل. تمام? وقول له والله مسلا خلينا نحط مسلا خلينا نحط تيكس هنا. برضو وانا بايس. واشد عشان اخذ منها قبل. هاي هنا. اقول مسلا ده مسلا في فلتر ممكن اخليها برضو وعمرها مستطيل. خلينا نغير نقل الفونت شوية. خلي بلاك. خلينا برضو نفس كلام كده. نحط مسلا لغين تحت هنا او حاجة. اخلينا مسلا. اخلينا مسلا فلتر. فلتر ده مسلا الله يبقى فيه هنا مسلا بطن. اه. مسلا بطن. خلينا مسلا بطن. خلينا مسلا قوله مسلا ان هنا مسلا بيختار او تفاصيل المنتج اللي هو عايزه. حرف القرن عشان اخطر الفل. وابدأ ادوس على ما انا عايزه. اقول مسلا ان هنا مسلا فيه. اه قائمة مسلا. وقائمة دي مسلا. اه. مسلا الستار او القرن مسلا بتاع المنتج اللي هو عايزه. وتحتيها. في مسلا خاصات مسلا الالوان مسلا او الكلام ده كله. اقول مسلا هنا مسلا فيه الوان. خلينا مسلا نقول مسلا دي الالوان. بخلينا نختار مسلا الرماضي. الموضل افتح. ده كلنا دايس الت شفت واسحب عشان اخد قابل من اللير. ويبقى في نفس المكان. افتح سنة. اعايز اه شدالوك عشان ما تحكمش فيه. وانا مسلا وهقول له مسلا هنا. فيه بلاس. بلاس دي. دي عرض حاجات اكتر يعني مسلا التفاصيل اكتر. وعمل انشيك على البوردر. فيه حاجات في البلاج اني بيتسهل علي موضوع الاي كونز ده. بس انا حبيتنا انا عملها قدامك يعني. تمام. نتقرر بقى نفس الموضوع ده. نتقرر بقى نفس الموضوع. نتقرر بقى نفس الموضوع. نتقرر بقى نفس المكتر من بقى نفس المخطط ويند. حقيقًا. ن ابدأ اقرار دولي واحطوهم كلهم في جروب كونترول جي كلهم امتنين كمان مرة طاعت ايش هوا انت كده تعمل صباحا الايمال ايش? اه زي جداد كده مثلا او بيارس في منتجات او بفلتر ايش هوا انت كده تعمل صباحا او بيارب عرض المنتجات او بيع او الشراء بس ده الاشتماع ده filter وهو بتديك مثلا هنا مثلا كده جدي مثلا بتاعها مثلا لون الحاجة عامل ازاي فاسم تختار اللون المقاس مثلا لو مثلا مثلا choose او حاجة في الاختار مثلا المقاس مثلا نوع النعلي نوع الموبايل نوع الموبايل الحاجات دي كله يعني filter نوع المقاس اه مزبوط هنا مثلا سهري مثلا بقوله والله مثلا انت العاد مسلا سهري منتو يبدأ من كزا لحد كزا مثلا تمام؟ واقوله مثلا في الاخر اعمل زبار اللي هو الصمت اضحفل اي برضه عشان اخد نفس اللون خلي الفل هنا والله اندس يعني انتو حابين المريض يعني عالطول ان شاء الله مش عالطول يعني لو اقول مثلا بقى في حاجة خاصة بالدزاين فممكن نشرحها يعني عمليش اي مشكلة اه هنا مثلا اس اف خليه زيره برضه نعم انشك برضه وعلى الحواف شوية نخليها مثلا عشرة كسير او خمسة خليها خمسة دعس نضرر الصمت وضع بره كام بسلا وهنا مثلا السهري مثلا فبPD نحن نعود ذا او الاسعور او السعيد انا اتمن boa بس كده انا هجي هنا مثلا اقول له والله ان انا عندي ايه مربعات مثلا هيبقى فيها مثلا الصور او المنتج بتاعي خالي انا بس نستور بها الاول انا عندي هنا مشكلة اول ان انا ما حطيتش او ما عملتش الجريد اللي انا هشتغل عليه انا نقلوك احطن كل نص جلود هو عمامي بقى لازق في الحرفة صفحة بالزبط فيها هنا اقول له والله مسلا هعمل اه هيبقى عامل منتج هنا مسلا في الصورة برجع اول تو سكرول اخطرنا السلون عمي انشك عن بوردر اقرر مسلا دي احطن كل نصفحة بالزبط احطن كل نصفحة بالزبط احطن كل نصفحة بالزبط حلوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقول له ان عندي مثلا تيكست هنا اقول له مثلا ان عندي مثلا بطن خلو اوسع مسافة شوية اقول له مثلا ان انا عندي بطن هنا بقدى مثلا اي مكان ما يعني هتقسيم الموقع عندي خلي مثلا هبضل بتاعته اقرر العملية تاني عم استحضول وابدأ اخد الشكل كده هنا بس الاول ناخد بس نعمل لينات هنا عشان دي يباني ان هي صورة نقل للحوال شوية تمام وناخد مثلا لايم زي كزا ما قلنا عشان يباني ان هي صورة هدوز دي عشان هعمل لها اخد منها قبيل نفس المكان بتاعها واركاعمل لها فليب ومشميل وهنحطهم كلهم في جروب واحد تعلم خمسة حدين وازر للاي او جرد بتاعتي وابدأ ااخد نسخة منهم كده وابدأ ان انا اقرر هعلم علوم كلهم ان هما كلهم صورة وكنترول جي وهدوز alt واشد اجتمال او يمين عشان يبقى في نفس المحاذيات بتاعت الارتفاع بتاعهم تمام؟ واخد نسخة تانية منهم هكزا خمسين تانية منهم بالزبط كده تمام؟ فارفع مثلا كده شوية وابدأ ان انا خلاص اقفل المساحة بتاعتي على كده بابل نسبة للتوصلينك او الويرفريم يعني انا اخط مثلا ايكون او حاجة او اللغو بتاع الموقع او اهم الجزء ده كله باي حاجة عنده مثلا او فيه مثلا منيو ممكن اعمل باي حاجة يعني الجزء ده اه تانية اه تانية كده انا خلاص مثلا صفحة تيرين عنده في الوقت حاجة مثلا اقرد على العميد مثلا الايتم بتاعتي او الانزام بتاعي ده لما اشتغلته يكون موجود بشكل مرئي يعني بمعنى مثلا هدوس مثلا على الجلد مثلا هبديني مثلا حاجة معينة هدوس مثلا مش عارف فين هبديني فين هكزا انا بس نعمل صفحة لوجين الاول فهقول له مثلا دي مثلا عندي مثلا ده هنا بعمل لوجين مثلا الشخص او ريجستير نهو بسجل مثلا في الموقع فقول مثلا النام اا اا بيرس بتاعه تقشين ملات بتاعه ايه هيبقى كده كده سريع اا ايه تاني ده حاجة ناسف في المكان ممكن مثلا الايميل مثلا بتاعه اا ممكن برضو يلقى فيه خلاص نحط الامبوت على طول بلوجين مسلا او لو هيمسح مسلا الكامل اللي كتبه هتسان مسلا دي لوجين بيش ساين ان او ريجستير ساين اب تمام نفس برضو مثلا في المينيو فوق او حاجة تمام هنا مثلا خليني بس نحط الامبوت بار فوق برضو نقلت بار برنا دايس ونشد بشفت عشان خطر ما يوحش مني اه فوق او تحت او حاجة مسلا دي لوجين بيد خلينا اخد الفوتر هوا هوا هو الليين اللبني ده اللي هو اللي بازر ده اا ده عاق ده اللي هو الارتفاع يعني بحدد بي الارتفاع عندي مسلا من كل سكشة ما بيعمل ازاي يعني مثلا هالي وليح يت wreck تغيير الف وتمانين مسلا اللي هو الفي عاق مش مفروض الارتفاع هي اللي هتصغير على شاشة كلها؟ لأ مش لي لا ده اللي افعال اشغيل عليه اللي كان لحeadم عندي ما يؤدي ازبي Elizabeth زي هي Melope فدي مصلا بحط المسلا اللي هو مزبوط اللي هو الارتفاع اللي هو عبد الشهنة او اللي يظهر في الشاشة اللي هو 100 اللي هو الف وتمانين فو ده اللي بحدد بي يعني إلي هزا مثلا السكشن ده حدنا Ink هذا فقط كل كده انا شغالي وليس شبط ان انا مشتغل به فقط عشان بقى عندي مثلا الهدف بتاع البتجة عندي بينها قد ايه وشكلها ايه ايه شكل بسحة باته اصف انا خاصة نصير هنا اقب بتاعي انا بقى لو حط مثلا اي تيكسة او اي حاجة خليوني هنا انا بقى مثلا عن الشركة او اي حاجة انا خلصت مثلا كده وبعت وضن عليه كل حاجة فهيجي عن حاجة اسمها البروستايل البروستايل بقى ان انا بقدر موقع بتاع متفاعل اكد انه فعلا موجود اه معنى اصح ان انا مثلا هجي مثلا هدوس مثلا عن الجرب هنا مثلا هيبدي مثلا البيتجة دي هادوس على الصين ارب هبدي مثلا اا لو في صين ارب او اا لو ان مسلا هبدي مثلا على البيتج دي طب انا بقدر عمله ازاي عنده هو برنامج بيتيح لي حاجة اسمها البروتوطايل البروتوطايل دي بتبقى من هنا طمام وهبدأ طب انا باجي انا والله مسلا عمدو الصحيب دي مسلا باجي انا باختاره بتاع بتاع ده اللي هو النوع ما اشتغل به اعرف اقول له مسلا تاب هنا اعرف اول باجي مسلا وقل له مسلا الزور ده مسلا هيبقى زور اللوقين بتاعي فانا بختار الدرجر بتاعي اللي هو هنا مسلا بقول له بقل له هنا مسلا هيبقى تاب مسلا والله ناسا هدوس التك عالية و هو دا يوديين هناك طب انا بحق يعني ايجي زال هنا الساهم او القربة كده بدا ان انا بقول له او هدوس هنا انت هتروح مسلا في الحتة الفرنية بل هو مسلا عاردي بسان نروح عن الصين up هنا مسلا طب اختار هنا بقى تاب ادراج له اصحب مسلا او اشد اه كي ده اللي هو الكيوورد او الدرعات بتاعت البستيشن او صوت الترقية التحريك بتاعها ممكن نشوفها يعني او نجربها بعد كده تمام؟ اه هنا طريقة العرض بيزي اوت ايزي ان الحاجات دي كلها الدوليشن كم سانية عبما يروح تمام؟ فحاجة مسلا نجرب والله اقوله مسلا لما هي هدوس انا عزور ده فهي بديمي على البيتج دي في حاجة تانية قويسة في دوس طيب ان هو ممكن اقدر اعمل ريكورد بس هو عشان عندي بيسجل مع كارت الشاشة اه هدوس مسلا هنا والله اقوله مسلا هنا هتعمل ريجستير مسلا في الموقع بتاع او الصيف بتاعي فهدوس ان هو وداني على البيتج زي احنا شايفين كده فانه هقوله مسلا اععد مسلا الجدر جده مسلا ايه الوقت اقضيت العرض بتاعتها يعني مسلا يمين شمال سكرول البيتج نفسها اه اوكي احنا قلنا بص يعني ده حملناها مسلا دلوقتي لو كان ندفلت بتاعتها وانت بتاعتها ازا اكنها صح كده اه بالزبط ام تعم اه دي اللي هو تنستيشن تطلع عليها دي كده مسلا يطلع فوق ايها يعني تبص او ما دوس هتطلع على نفس البيتج بس من فوق دي اللي بتعمل بها حاجات مثلا ايها الصورة مسلا هم تيجي دوسه على الزور وتعمل زوم اه فيتبان يبان فوق نفس البيتج بتاعتها ايه نفس الفكرة يعني في برس طيب اه فانت داد التنستيشن تتحكم فيه زي ما انت عايز يعني بتعم فهولي مسلا والله مسلا عندنا مسلا جايري مسلا هروح مسلا بيه عن البتج ده برضه تاب اللي هو الماوس تمام؟ اعايز مسلا ايه تاني اه مسلا هي نسلا دوسع على الهم هنا مسلا انا نعمل انجروب دوسع على الهم مسلا هيرجعني الصفحة الرئاسية وهنا برضه هيرجعني البتج الرئاسية هنا ده انجروب ده لهم برضو رجعنا البيجة الرئيسية الجاعة اللي هنا زي ما هو خلينا مثلا ايتم ده مسلا ودينا على الصين ارض ينفل الترتمام هولي مثلا الصمت ده يودينا مثلا والاسف نفعشي التحاجة في نفس البيجة زي ما في بيجة تانية وحاجة تانية انا هدوس مسلا على الصورة مرسعة توديني مثلا هنا وهكذا فابدي عارض الموقع بتاعي طبعا ده كله بكذا صفحة يعني بس احنا بنشرح والفكرة بتاعته ايه طبعا طبعا فابديوس مسلا والله بيسكتيب برو فيو هنا هقوله والله هاسلا ده سيبه راعك فيه كذا كذا وده سليب ده مش عارف اين فابديوس مسلا على رجزتين مسلا هو وداني هنا بس مسلا عن الجدري مسلا هو اطيام عبدالتهاش في هنا في الهم الجدري مسلا هنا فهيبديني مسلا هنا وهكذا ده بس الفكرة بتاعته بروس طبعا بس كذا في موقع انا كذا خلصت لو في حد عنده اس فسرق اي حاجة يفضل اوله هو انت كده خلص خالص ولا بس فيه الموقع لو هنشرح الوقع فريم بس فيه ايه تاني اه نعم لو عايزة اه يعني ادوس على الهم واروح لنفس الصفحة من الصفحة تانية ما فيش مشكلة مسلا هو عايزة مكان في نفس الصفحة اهو البرنامي هيسة تمام هاجة عند بروس طيب برده بس سيد الحمد الاول احنا الديزاين هنشرحه لو لو عايزين نشرحه ونشرح اصلي تاني او فيوقتي تاني بس روحنا كنا الشرحين بس الوير فريم بس طيب هدع الهم برضو هدعها في نفس البيزة كده نعم هم يحسنون انت هتوفل حتى هنا النهاردة اصلي اه عندي اول فريم اعنديش مشكلة اشترح كدهزاين بقى ان انا هلون والكلام ده كله اه نعم بادوس مثلا على الهم بابدى هدوس على الزوال نفسه وعلم عليها بس ما ظنش انه مثلا يبقى في الهم ويبدأ ان هو برضو يروح للهم يعني طيب حتة الـ الصور الزبط فضل اوه الصور اللي هي مثلا اعايز اعرف الصورة مثلا في المنازل ايه ايه الصورة المنسبة او حجم الصورة المنسبة للموقع مثلا للخم نعم بص انت تركتيب الاشتوال اه مثلا دقوة عام مثلا حاجة زي كده انا كده خلصت لو في حند عمي السوصة بس اقبل اشح النقطة دي او لو عايزين مثلا نشرح في سشان التانية كمان شوال برضو ما فيش مشكلة فنحبت بس ديبات انا ما عنديش مشكلة لا انا ما عنديش مشكلة شمسيوم وبتهى برضو لا ما عنديش مشكلة انا مثلا عندي مثلا خلينا مثلا نجيب اي صورة مثلا اي موقع اا اوفيس مثلا والدبر انا مثلا خدت مثلا صورة مثلا زي كده ورميتها مثلا هنا تمام بعمل لها دراج هنا تمام فقدان حجم الصورة خلاص انا رجي عندنا في الاكسبرت تمام بعمل بصدرهم كصور كلهم تمام تمام بصدرهم بنفس الاسم يعني بنزلهم عنده وبحفظهم عنده على الجهاز نفس الاسم الصور كلها فروميت باني جيب فانا مثلا تقريبا عندي حوالي تسعمية اوه يعني ان اصلا تقريبا عن دراج بيزبط لك او الصورة تمام معطوطها كده طبعا بس لازم يكون فيها شباية اه طيب حد عندك صورة وحاجة طيب قاية السفسار عشان هو خلاص هيش في البرنامج ورص الصورة ماك زي حطناها في البرنامج اما حريك باجه اجيب الصورة عندي عالجهاز مثلا اما عندي مثلا الانجلي انا شغال دي ده لعم هو قلت كنتور اما شدها عادي وبدرجها في البرنامج انا باسحبها وشدها في المكان اللي انا عايزه وحريك شايفة كده هو بيعلم مثلا كده وبلميها هنا تامم تاني معيش مساحة والصغرات بتاعتها فهي مثلا هنا هابدأ ان انا الميها زي كده باجيب الصورة اشدها صحابها عادي والميها في المكان بتاعها مش او بعمل حاجة اللي هي امبورت او ريبليس بس هو الاس هيا هنا انا اشدها منع